أما أداء البورصة الإسبوعي والذي تخلى له إجراء الانتخابات النيابية فقد سجلت مؤشرات الأداء ارتفاعا مقارنة بالأسبوع السابق بعد أن شهدت إحدى جلسات التداول تحويلات مالية بين عدد من الشركات وسيطرت حالة من الترقب للنتائج المالية للربع الثالث من هذا العام فقد ظهرت المؤشرات الأسبوعية ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول إلى حوالي 12 مليون و 500 ألف دينار مقارنة مع 8 مليون و 800 ألف دينار للأسبوع السابق وبارتفاع نسبته 41% وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 41.5% وجاء في المرتبة الثانية قطاع صناعة بنسبة 35.7% وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 22.8% أما عن مستويات الأسعار فأغلق الرقم القياس العام لأسعار الأسهم عند 2140 نقطة مقارنة مع 2116 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.13% أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 61.7% ولقطاع الخدمات بنسبة 41.5% في عين الخفضة للصناعة بنسبة 22.5% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي دار الغذاء بنسبة 17.91% ومسافات للنقل المتخصص بنسبة 12.24% أما الشركات الأكثر انخفاضا فهي الموارد التنمية والاستثمار بنسبة 16.67% العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 10% تقريبا ترجمة نانسي قنقر